وفي مجازر جديدة للعدوان استشهد وأصيب عشرات المواطنين جراء تواصل غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على عدد من المحافظات للتفاصيل يواصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته الاستيرية على بلادنا في تقفط واضح لأهدافه العسكرية جراء الضربات والدروس القتالية التي يتلقاها وعلى مدار الأربع وعشرين الساعة من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية البداية من الجوف والتي استشد فيها خمسة مدنيين بينهم طفلان وجرح تسعة آخرون بعدد من غارات الطيران التي استهدفت أيضا مديريتي المصلوب ومنطقة الباطنة بالمطمة بأربع غارات مخلفة أضرارا بالغة في ممتلكات المواطنين كما شن العدوان غارة استهدف سوق الدحل في مديرية خب والشعف مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة تسعة قرينة بجروح كحصيلة أولية يرجح فيها ارتفاع عدد الشهداء والجرحة طائرات العدوان وكعادتها في عدم تفريكها بين الأهداف العسكرية والمدنية استهدفت عددا من مناطق محافظة عمران بغارات أدت لاستشهاد مواطنين اثنين وجرح ثلاث آخرين في منطقة الباطنة بمديرية حرف سفيان أما محافظة صعدة فقد دمر طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم محطة للغاز المنزلي مما أدى إلى تدميرها بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم العاصمة صنع لم تكن بمنأة عن غارات العدوان حيث استهدف معسكر ضبوى جنوب العاصمة بغارتين وغار أخرى على الحفى شرق العاصمة وإلى محافظة حجة حيث استهدف الطيران بغارتان على مثلث عاهم ومديرية حيران وأخرى على مديرية حرض بالمحافظة وأخيرا مدينة تعز التي كانت هي الأخرى هدفا لغارات العدوان حيث استهدف الطيران عددا من مديرياتها بغارات نصيب فيها عدد من المدنيين بجروح كما تسببت الغارات في تدمير عدد من المنشآت التنموية والحيوية بأضرار كبيرة مثيرة الرعب في نفوس الأطفال والنساء